السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة جريت سيكس النهاردة إن شاء الله مع آخر درس موجود عندنا في concept 1 هنتكلم عن lesson 4 وده بيكلم عن convection current and the weather cycle العلاقة ما بين الطيارات الحمل الحراري ودورة المية في الطبيعة طبعا بيقابلنا سؤال true false زي ما احنا متعاودين في أول كل activity water wind and sunlight effect of the heat transfer in the water cycle طبعا المية والرياح وضوء الشمس لهم علاقة أو حرارة الشمس لها علاقة بالتأثير في الwater cycle the heat of the sun transfer from the space عن طريق الأتموسفير by radiation كتمام في الspace بتنتقل عن طريق الradiation فعلا جوه الأرض بتنتقل عن طريق الconvection وفي الفضاء بتنتقل عن طريق الradiation you have learned from the previous activities اتعلمنا من النشاطات اللي فاتت إن الconvection is the type of heat transfer إن طرق الحرارة بالحمل تعتبر إحدى طرقتك نقل الحرارة where hot molecule اللي هي list dynasty حيصور molecules الساخنة بيبقى عندها كسافة قليلة rise upward بتطلع لفوق while colder molecules أما المردة more dynasty بيبقى عندها كسافة كبيرة فتقيلة and fall down تسقط لأسفل conviction and gravity force effect of the movement of water سروزة water cycle خدنا إن طيارات الحمل الحراري والgraffiti طيارات الحمل دي معنى الحرارة معناها thermal معناها سولر معناها الحرارة على الأرض ممكن نطلق عليها كلمة conviction هي والgraffiti هما سبب في حركة المية في الووتر سايكل من الووتر بادز للأتموسفير والعكس وترجع مرة تانية للقرس مرة تانية محتاجين نعمل تجربة علشان نثبت فيها إن الكونفكشن والجرافتي بيأثروا في الموفمنت الأدوات اللي أنا عايزها عايزة hot water مايا سخنة قوي cold water مايا بردة و two similar jar عندي كاسين شبه بعض وعندي small tube يعني حود صغير محتاجة the plastic sheet بلاستيك طبقه من البلاستيك كده sheet رفيع كده من البلاستيك ومحتاجة لونين ألوان طعام محتاجة لون البلو ومحتاجة لون اليلو بالزات دول sticks أول حاجة قالك في الزاتوجار واحد منهم بالغط والتاني بالcold water يبقى واحد ويتملك حود ووتر والتاني هيتملك كل دول الاستيب التانية قالك add yellow food coloring توزة حود ووتر هجيب المياه السخنة دي قم حتى عليها قطرات من اللون ألوان الطعام السفرة أما بالنسبة للكلد ووتر هتحط فيها اللون الأزرق يبقى أنت كده خلاص ميزت ما بين الهوت ووتر والcold ووتر الهوت ووتر لونه يلو والcold ووتر لونه لونه لو وبعدين قالك هات الجار اللي انت حطيت فيه هوت ووتر ده وحطه فيه الحود وبعد كده غطي بقى الكوباية أو الجار اللي انت كنت حطت فيه اللون الأزرق اللي هو فيه cold ووتر بطبقة من البلاستيك شيط الرفياء اللي اتفقنا عليها في التولز الخطوة اللي بعد كده قالك اقلب لي بقى اعمل upside down يعني اقلب لي الجار اللي فيه الcold ووتر بحيث ان الفوهتين بتاعه بتاع يعني لوشهم لوشهم لبعض وقالك ابدأ بقى اسحب بشويش الشيط اللي انت حطت بتاعه البلاستيك شيط ده اسحب والحالة دي هنسميها case one الحالة الأولى طب يا ترى بعد ما شديت البلاستيك شيط what can you observe هنشوف ايه قالك اني فيه لون اخضر هيتكون طب جام نين ده مش انت حطت فوق لون blue وحطت تحت لون yellow لما هيحصل لهم mixing هيختلطوا ببعض هيطلع لون green طب يا ترى هم اختلطوا مع بعض ليه قالك اذا الحالة الأولى طب تعالي نشوف كده كرر التجربة دي مرة تانية بس المرة دي هتحط تحت cold water وفوق هتحط hot water واسحب الورقة اللي بينهم يلا what can you observe هنشوف ايه في الحالة دي مش هشوف حاجة ولا حاجة هتتغير خالص طب يا ترى ايه السبب ان الحالة الأولى حصل فيها لون green والحالة التانية عملية up down up down up down للمالكيون هتعمل خالط للون وهيطلع لون green اما في الحالة التانية لما انت حطيت ال hot هو اللي فوق وال cold تحت طيب ما هو ال hot المالكيوني السخنة اصلا فوق فمش هتتحرك والمالكيوني الكولد هي اصلا تقيلة وعندها high density فهي هتفضل تحت مش هتتحرك عشان كده ده هيفضل باللون اللي يلو وده هيفضل باللون ال blue وزاوة any change مش هيحصل اي تغيير في اللون خالص معنى كده ان الconviction current والgraffiti effect of the movement of the water cycle دلوقتي شباب هنبدأ مع بعض activity 10 اع activity 10 وهناخد مع بعض earth wind الرياح الارض يقولك هنا ان نظام الرياح الارض العالمي وده اللي دايما بيكلم عن هبوب الرياح في اتجاه معين لفترات زمنية طويلة wind is the main factors determining weather and climate الرياح من الحاجات الاساسية عنصر اساسي عشان يحددلك المناخ والطقس على سطح الارض daily weather condition الظروف الجوية اليومية depend on the wind بتعتمد على الرياح الرياح دي مش جاية فضية لأ شيلة معاها heat حرارة moisture رتوبة rain امطار snow تلج dust غبار sand dermal عشان كده الرياح متأثر في الوذر والكلامة جاية شيلة the change in wind causes the change of weather والله الرياح تغيرت قد أثر في المناخ unequal heating on the earth between foods and equator طبيعي اختلاف درجات الحرارة ما بين مناطق الاكويتر شديد البرودة ومناطق اللي عند two pools شديد الاكويتر شديد الحرارة والtwo pools اللي شديد البرودة هيعمل على generate wind هيولد الرياح فانا قلتلك الرياح بتتكون ومنطقة بتبقى شديدة الحرارة ومنطقة تانية بردة فالرياح تبدأ تغب هون when the hell in transporting water سروز water cycle طبعا carrying water vapor وبتكون ocean current الرياح بتساعد في نقل بخار المية وتكوين طيارات المحيط what are the factors that determining the wind direction ايه هي العوامل التي تكون اتجاه او تؤثر في اتجاه الرياح قال لك في حاجتين amount of solar energy كمية الطاقة الشمسية اللي وصلة للارض rotation of the earth دوران الارض يبقى عندي حاجتين بيأثروا في اتجاه الرياح كمية الطاقة الشمسية ودوران الارض طب how does wind form كيف يتكون الرياح انك لما بتطلع الحالة الاولى ان الworm air consist enough of water fiber في كمية هوا سخنة طلعة مشبعة ببخار المية بدأت تطلع لفوق طبيعي انها هيحصل لها condense وتفقد حرارة صح وتبدأ تتحول لكلاود والكلاود ينزلها تاني فهي اترين خلي بالك يبقى الرياح طلعت الهوى السخنة ده طالع شاي البخار مية المية اللي فيه نزلت وبقى هوا من غير البخار خلاص بقى هوا جاف في الاسناء دي at the same time colder air masses كتلة الهواء البارد هتعمل ريبليز هتحل محل الهوى الساخن الهوى الساخن طلع لفوق حل محله cold air هو when the warm air flew away from its place تواناظر لما يجي يتحرك من مكان للتاني its sickles هيبرد and descans وهيهبط يبقى واحد بيطلع سخن بيخف طبعا بيبقى بيبرد ويرجع يهبط مرة تانية واحد سخن يطلع وينزل يهبط بس في الحلو هو طالع طالع وبشبع ببخار الماء بالووتر فيبر ونازل dry جاف طب ما لإيه اللي حصل له ما أنا لسه إيه للك الووتر فيبر اللي فيه اتجمعت وتكسفت وكونت أمطار ونزلت بس سبيت للرياح زي ما هي dry جافة قالك إن ال dry air دي forms desert يبقى dry air اللي تكونت دي نزلت مكونة السحراء وده تستبب في تكون السحراء around the earth سبب تكون السحراء في العالم كله then the air flow back again is the same place ويبدأ يعود الرياح لمكانها مرة تانية على سطح القرد النقعة الأساسية دي اللي انت هتركز فيها آخر جزء عندنا what would happen if there is no wind of the earth طب نعم ما فيش رياح على الار الرياح يلي سبب في تكون المناخ يلي بتأثر في الوزن يلي بتأثر في الكلام طب تعالا كده نشو تشو السؤال ده what would happen if there is no wind on the earth ما فيش رياح خلص على الأرض قال لك الأماكن اللي عند الإكويتور اللي هي أصلا حرة هتبقى extremely hot شادت الحرارة جدا والمناطق اللي عند البوز اللي هي بقى برد قوي قوي ومتجمد بعض المناطق هتتغير تماما مش كده بس بعض المناطق أو الأنظمة البيئية التانية تختفي تماما بكده أكون خلصت معاك بما فيهم نكون شطبنا مع بعض الأربع دروس الموجودين في concept 1 إن شاء الله أشوفك بإذن الله thank you and goodbye with you Ms. Marouf a science teacher bye bye